رد حماس سيحمله خليل الحياة غدا إلى القاهرة وسط أجواء وصفت بالإيجابية نسبيا وتوقعات بقبول الحركة لمقترح الهدنة الجديد وقال قيدي في حركة حماس أن وفد الحركة سيناقش المقترح المصري للتهدئة والذي عرضه الوسطى وكذلك رد إسرائيل عليه يتي هذا فيما توقعت مصادر إسرائيلية بأن تتلقى رد السنوار على مقترحات الصفقة خلال الساعات الثماني والاربعين المقبلة وقالت مصادر إسرائيلية أنه في حال تلقي رد سلبي من حماس فإن إسرائيل قد تلجأ لعملية من عدة مراحل في رفح وفيما تلوح إسرائيل بعملية في رفح للضغط على حماس تواصل الأخيرة نشر مقاطع فيديو للمحتجز لديها ما يزيد من الضغوط على الجانب الإسرائيلي لتقديم تنازلة من جانبه هذا وقد بثت أو باتت مؤسسة الأمنية في إسرائيل تدفع الآن هي الأخرى باتجاه موافقة على صفقة التبادل وتعتبرها أهم من العملية العسكرية في رفح حسب ما أفادت القناة الثاني عشر الإسرائيلية وبدورها ذكرت صحيفة دعوت أحرانوت أن الجيش الإسرائيلي غير موقفه وأصبح يطالب بإلغاء منطقة العزل وسط قطاع غزة بعد أن كان من أشد المؤيدين لهذه الخطوة وكانت هيئة البث الإسرائيلية أفادت بأن المؤسسة العسكرية ترى في المقترحات الجديدة أنها الفرصة الأخيرة لإعادة الأسرة من غزة قبل تنفيذ أي عملية في رفح مزيد من المتابعين ينضم إلينا من القدس مراسلنا فرص لطفي ومن القاهرة مراسلنا سمير عمر قبل أن أتوقف في طبيعة الموقف والمتابعة الإسرائيلية معك فرص أتوقف مع سمير في الأجواء وأبرز الجهود المصرية في هذه الأثناء بانتظار مع توقعات وصول وفد حماس غدا إلى القاهرة وربما حتى في الأيام المقبلة مصادر إسرائيلية تتحدث أنه وفد إسرائيلي سيزور القاهرة مطابعات الجهود القائمة وأين نقف الآن في هذه المرحلة يعني الجميع يقف في مرحلة انتظار رد حركة حماس على ما قدم من الجانب المصري من مقترحات لقد تجاوبا نسبيا من الجانب الإسرائيلي هذه الجهود إيمان هي محصلة نحو أسبوع عندما بدأت القاهرة يوم الثلاثاء الماضي في بلورة مقترح يمكن أن يسهم في تعطيل أو منع أي عملية إسرائيلية لإشتياح رفح ومن ثم عقب ذلك يمكن التقدم على طريق إبرام صفقة هدنة يوافق عليها الجانبان الإسرائيلي وحركة حماس يوم الثلاثاء يوم الأربع استقبلت القاهرة وفدا من الجانب الإسرائيلي وتم إبلاغ الجانب الإسرائيلي بالرفض المصري القاطع لأي عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح وآن ذاك كان الجانب الإسرائيلي يعني حسب المسؤولين المصريين طلب أنه من الممكن قال إنه من الممكن تأجيل عملية رفح وإعادة النظر فيها إذا ما كان هناك صفقة تدوح في الأفق يمكن بمقتضاها الإفراج عن الرهائع الإسرائيليين الموجودين لدى قارث الفصائل المقامل في الصينية في القطاع غزة ومن هذا المنطلق قدم المقترح المصري الذي نوقش مع الجانب الإسرائيلي يوم الجمعة الماضي ووصفت اللقاءات بين الجانب المصري وجانب الإسرائيلي يوم الجمعة بأنها كانت إيجابية ومن ثم تم البناء على هذه المقترحات المصرية ووصلت بالفعل إلى جانب حركة حماس التي سيصل وفدها يوم غدنا الاثنين برئاسة خليل حية إلى القاهرة لتسليم الرد الحمساوي على المقترح المصري هل هناك تقدم نسبي في هذا الجانب؟ الإجابة تأتينا من وصد المصري بأن هناك تقدم نسبي وأن هناك أجواء إيجابية ليس فقط في اللقاء الذي جمع الوفد المصري بالجانب الإسرائيلي يوم الجمعة ولكن أيضا فيما يمكن وصفه بأن الوضع الراهن بات مشجعا أكثر من أي وقت مضى على التقدم على طريق إبرام هذه الصفقة وفي هذا الخصوص حركة حماس التي لديها ورقة مهمة وهي ورقة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة وهي قد أجدت بالفعل استخدام هذه الورقة جيدا من أجل حصد مزيد من المكاسف في مواجهة الجانب الإسرائيلي الذي بات محشورا في زاوية القبول بهذه الصفقة وتأجيل أو منع عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح في ظل الدغوطات الداخلية وأيضا تحول بنيمين لتنياهو وجناح التطرف سوموتريتش وبنجفير إلى أقلية داخل التشكيل السياسي الإسرائيلية وفي ظل دغوط متزايدة من الشارع الإسرائيلي وأيضا مخاوف من تعرض بنيمين لتنياهو وحالفاه للمضاحقة والمحكمة الجنائية الدولية ومن ثم هذه القراءة المصرية لهذا الوضع ترجح أن بالإمكان أن يتم إبرام هذه الصفقة وبخاصة أن المقترحات المصرية حسب ما وصفت بأنها تقترب أكثر من المطالب بحركة حماس والشعب الفلسطين نعم بالتأكيد وما أشرت إليه السمير أريد أن تناولوا أيضا مع فراس فيما يتعلق بأن نتنياهو ووزراء في الاتلاف ووزراء من اليمين المتشد خاصة بين فير وسموتريتش باتوا أقلية في المزاج العام الإسرائيلي المؤسسة الأمنية ما بين السياسيين المجلس الحربي الإسرائيلي نفسه لكن سموتريتش اليوم يهدد ولا زال يهدد أنه إذا لم يكن هناك عملية في رفع سيتم إسقاط هذه الحكومة بالتالي أين هي الحسابات والمواقف الإسرائيلية إذا هذه المسار وما وصلت إليه الجهود جهود مفاوضات يعني إيمان صحيح أنهم الآن أقلية في المزاج العام وفي استطلاعات الرأي ولكنهم حتى الآن هم الأغلبية في الكنيسة الإسرائيلي وهم 64 مقعدا يشكل هذه الحكومة وبينكفير وسموتريتش هما لاعبان رئيسيان في بقاء بن يمين نتنياهو في سدة الحكم وبقائه على قيد حياة السياسة في إسرائيل وبالتالي عندما يخرج سموتريتش قبل قليل ويخرج رسالة مصورة يهدد فيها نتنياهو بإسقاط الحكومة والطلب منه الطلب من الجيش الإسرائيلي بالذهاب في عملية عسكرية الآن في رفح وأن لا يؤخر ذلك وقال بأن سياسته السابقة هي من جعلت حركة حماس بهذه القوة وبهذه النازية كما قال وقتلت ودمرت وبالتالي يقول بأن حركة حماس اليوم إذا ما تعامل معها بن يمين نتنياهو في العقلية السابقة فأنها ستوقع مزيدا من القتل وبالتالي هذا يطعن في ظهر الجيش الإسرائيلي الذي سقط منه المئات في هذه الحرب وإذلال لإسرائيل وبالتالي هو يهدد بإسقاط الحكومة الحسابات الداخلية في إسرائيل إيمان تلقي بظلال ثقيلة على التحركات المصرية المكوكية التي تحاول إخراج وإبرام صفقة التبادل ولكن بن يمين نتنياهو الآن يعول كما يقولون هنا في إسرائيل على رفض حركة حماس وبالتالي الذهاب في عملية العسكرية في رفح لربما تكون على مراحل ولكن هذه العملية العسكرية أيضا ليست بنزها لبن يمين نتنياهو قد تعمق أزمته الداخلية قد لا يخرج منها أي من النتائج للأهداف التي خرج من أجلها وأعلنها بن يمين نتنياهو وصعد إلى أرفع غصن في شجرة هذه الحرب يقولون هنا بأن إذا ما كان الجيش الإسرائيلي أو دخل إلى رفح إيمان فمن يضمن بأن الجيش الإسرائيلي سيحقق أهداف الحرب سيقضي على الأربع كتائب سيقضي على حكوم وقوة حركة حماس وهو الذي لم يفعل ولم يستطع ذلك لا في خان يونس ولا في الشفاء ولا في غزة ولا في شمال قطاع غزة وبالتالي اليوم بن يمين نتنياهو إذا ذهب في عملية عسكرية فإن الحسابات سوف تتلخبط إذا صح التعبير أولا سيخلق أزمة مع مصر التي باتت اليوم في مركز الوساطة ثانيا قد يكون هناك مزيد من الضحايا ومزيد من الكارثة الإنسانية في مدينة رفح ولسكان النازحين هناك الذين يزداد عددهم يوما بعد يوم وأيضا قضية المحكمة ومذكرة الاعتقال التي قد تتغلض عليه أكثر من التي كانت في السابق وبالتالي اليوم وأيضا في الداخل الإسرائيلي إذا ما قتل من الرهائن وبعد هذا الضغط الكبير الذي شكلته الفيديوهات التي خرجت من حركة حماس سيزداد الأمر تعقيدا أمام بن يمين نتنياهو إذا نتنياهو بلسانين اليوم يتحدث كما يقولون اليوم في إسرائيل اللسان مؤيد ويبدي مرونة في مجلس الحرب ولسان متشدد أمام بنكفير وسموتريتش وكأنه يجاملهما وبالتالي بن يمين نتنياهو اليوم الحلقة الأضعف في هذه السلسلة وبالتالي فإن الأمر في إسرائيل معقد بشكل كبير حتى الآن الوضع ضبابي والتعويل على رفض حركة حماس وإلا ستكون الكرة المحرجة في ملعب بن يمين نتنياهو إذا ما وافقت حركة حماس على المقترحات المصرية شكرا شكرا جزيلا لكم إذا على كل هذه المتابعة في رسلط في مرسلنا من القدس وإذا سمير عمر مرسلنا من القاهرة اشتركوا في القناة